بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج الترند حلقة مهمة جدا وزي ما انتم شايفين الاحداث الرادية كثيرة ومهمة ومش الشأن الدولي بس لان الاهلي عنده بالتأكيد مباراة مهمة وبطولة مهمة كأس العالم للاندية في المغرب والفريق والبعصة وصلت بالامس استعدادا لخد منافسات هذه البطولة ورقم تاريخي بالتأكيد للنادي الاهلي مع الاتحاد الدولي لقردة قدم فيفا للمشاركة في كأس العالم للاندية للمرة الثالثة على التوالي وللمرة التمنى في تاريخ مشاركات الاهلي في كأس العالم للاندية ولكن كمان الاحداث الرياضية المحلية واحدث السفقات المنضمة للنادي الاهلي اللاعب الجزائري احمد القندوسي مهاجم فريق وفاق ستيف او لعب خط وسط مهاجم فريق وفاق ستيف انضم للنادي الاهلي وبالتأكيد هيكون اضافة قوي جدا والنهاردة عندنا تفاصيل في مسألة انضمام اللاعب الجزائري ونتكلم كمان عن كأس العالم مالي الاندية والنهاردة او منذ لحظات كمان كان فيه بيان مهم جدا من الاتحاد المصري لقرة الغدم بخصوص الاحداث الجارية على الساحة الرياضية كل ده النهاردة معنا في برنامج التريند وكمان هنلقى الدوق على استعدادات الفريق في المغرب والنهاردة كان اول مرة للاهلي استعدادا لأولى المباريات امام اوكلاند سيتي بطل نيوزيلاندا لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة وسؤال حلقة النهاردة عايز اعرف رأي حضراتكم في صفقة انضمام الجزائري احمد قندوسي للنادي الاهلي مهم جدا تشاركوا معنا عبر صفحاتنا على السوشيال ميديا من خلال الفيسبوك وتويتر وانستجرام وفي الفقرة الاخيرة هستعرض اكبر قدر من اراء حضراتكم في صفقة انضمام النجمة الجزائري احمد قندوسي للنادي الاهلي خلال الفترة اللي جاية لكن خلونا نبدأ حلقتنا باهم العنوين في تريند الأهلي الفريق يخوض مرانه الأول استعداداً لمنديال الأندية وكمان الأهلي يترك كانتوسي للمشاركة مع منتخب بلاده وأخيراً اتحاد القرى يعلن إيقاف التعامل مع رئيس الزمالك وتحويله للجنة الانضباط استعراض مباريات اليوم نبدأ مع بعض الدوري المصري والنهاردة بداية الجولة الستاشر من مباريات الدوري العام يمكن منذ قليل انتهت مباراة امبي وسموحة وفازت سموحة على امبي بهدفين مقابل لا شيء ساعة سبعة الزمالك هيواجه فيوتشر ساعة على استاد القاهرة الدولي وبيراميز يصديف سيراميكا كليوباترا على استاد الدفاع الجول نروح للمباريات العربية والنهاردة نهائي كأس السوبر السعودي الساعة السابعة ايضا من مساء اليوم الفيحاء واتحاد دا الجدة الدوريات الاوروبية والنهاردة في مباريات في الدوري الاسباني منذ قليل انتهت مباراة بلد الوليد مع فالنسيا بتقدم وفوز بلد الوليد بهدف مقابل لا شيء والساعة خمسة اوروبا يعني بعد اقل من عشر دقيق أساسونة يصديف أتليتكو مدريد الساعة سبعة ونصف سيل تفيجو يصديف أتليتكو بالباو والساعة العاشرة من مساء اليوم ريال مدريد يصديف ريال سوسيداد دي كانت مجموعة من المباريات المحلية والعربية والأوروبية نخرج الافاصل وبعد الفاصل نرجع لمن الفقرة اللي جاية فيها عدة مفاجآت واخبار وكواليس مهمة جدا بشكل عام عن الاحداث اللي احنا عايشينها سواء محلية او قرية او حتى دولية لان هنتكلم في ثلاث موضوعات مهمين جدا لكل السادة المشاهدة اهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند التريند معنا ثلاث موضوعات النهاردة اكيد هم الاحدث والابرز اللي موجودين على الساحة الرياضية لان كل موضوعه التاني مرتبط ببعضه لان في النهاية الحلقة كلها اللي بنتكلم فيها الاطراف كلها مرتبطة ببعضها ولكن بالتأكيد الحادث الابرز دلوقتي ممكن ده حديث الناس كلها على السوشيال ميديا بيان اللي صدر من اتحاد الكرة بناء على الاجتماع الطارئ اللي عقد صباح اليوم في مبنى الجبلية للاتحاد المصري لقرة القدم برئاسة الاستاذ جمال علام اصدر مجلس دارة الاتحاد المصري لقرة القدم برئاسة جمال علام مجموعة قرارات همه عقب اجتماعه الطارئ اليوم الأحد 29 يناير 2023 بمقر الاتحاد وجاءت القرارات كالتالي سبع قرارات اول قرار عدم قبول اعتذار لجنة الانضباط والتمسك باستمرارها في عملها ككماطة قضائية وقانونية مستقلة حيث ان تواجدها في الاتحاد المصري يرسخ مبادئ العدالة والانضباط داخل منظومة الكرة المصرية ويؤكد المجلس على كافة سلاحيات اللجنة الانضباطية والاخلاقية طبقا لليحة الانضباط والاخلاقيات ودعمه الكامل لما تتخذ من قرارات القرار الثاني ايقاف التعامل مع رئيس نادي الزمالك واحالة جميع تجاوزاته ضد مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم الى لجنة الانضباط مع احتفاظ المجلس بحقه في التصعيد حال استمرار تلك التجاوزات القرار الثالث مخطبة المجلس الاعلى للإعلام بشأن التجاوزات الصادرة من قناة نادي الزمالك القرار الرابع تم عرض مجموعة من السير الزاتية لخبراء تحكيم اجانب وجاري التفاوض معهم للتعاقد مع السيرة الزاتية الافضل لتولي مهمة رئاسة لجنة الحكام المصرية على ان يكون ضمن مهام رئيس اللجنة تطوير منظومة التحكيم المصرية خمسة الموافقة على تسوية مستحقات البرتغالي كارلوس ساكيروش المزير الفني الأسبق للمنتخب بعد مراجعة الجهة الإدارية ستة الموافقة أيضا على تسوية مستحقات الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام السابق بعد الموافقة على استقالته ومراجعتها أيضا من الجهة الإدارية أخيرا وليس أخيرا عقد مؤتمر صحفي لعرض الرؤية الحالية والمستقبلية لمجلس إدارة الاتحاد المصري وخطته للنهود بالكرة المصرية خلال السنوات المقبلة أعتقد بيان يعني قدر الإمكان الاتحاد الكرة بيحفظ ماء وجهه بعد التجاوزات التي حدثت في الفترة الأخيرة والبيان اللي كان صدر من لجنة الانضباط بعد التجاوزات التي صدرت في حقها خلال الساعات القليلة الماضية ننتظر ونرى أكيد نتائج هذه القرارات خلال الفترة القادمة طيب الموضوع الثاني وهو موضوع متعلق بالصفقة اللي مبارح عملت صدى ورد فعل إيجابي جدا في الأوسط القروية سواء في مصر أو في الجزائر وهو انضماما لعب خط الوسط المهاجم أحمد داكندوسي للنادي الآلي لعب وفاق ستيف ولاعب المنتخب الجزائري للمحليين اللي بيشارك حاليا مع منتخب الجزائر في كأس الأمم الإفريقية للمحليين اللي بتصدفها الجزائر حتى أربعة من شهر فبراير المقبل أبرز ما في الموضوع انبالح كان صدر بيان من النادي الآلي وهذا البيان لقى ترحيب كبير جدا من الأشقاء في الجزائر البيان عنوانه الأهلي يترك كانتوسي للمشاركة مع منتخب بلاده تقديرا لنادي وفاق ستيف والجماهير الجزائرية الشقيقة انطلاقا من العلاقة الوطيدة التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه نادي وفاق ستيف الجزائري وتقديرا للجماهير الجزائرية الشقيقة فإن النادي الأهلي لن يطلب انضمام لعبه الجديد أحمد كانتوسي إلى بعثة الفريق المشاركة في بطولة العالم للأنداب المغرب بعيدا عن أي لوائح أو قوانين وسوف يترك كانتوسي للمساهمة مع زملائه في المنتخب الجزائري لموصلة مشوارهم الناجح في بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين لإسعاد الجماهير الجزائرية الشقيقة ده الدور الرياضي والمجتمعي اللي بيقوم بين نادي الأهلي مع كل الأشقاء في الوطن العربي من السعودية والإمارات وقطر مرورا بليبيا والسودان والجزائر والمغرب وموريتانيا كل الأشقاء العرب الحمد لله العلاقة طريبة جداً وبتجمع النادي الأهلي مع كل الأشقاء في الوطن العربي لعب مهم جداً ممكن بالنسبة كبيرة يكون إضافة للأهلي في كاس العالم للأندية ولكن حرصاً على مصلحة منتخب الجزائر اللي حالياً بصديف البطولة وخلاص على أعتاب يعني نقدر نقول تسعين دقيقة ويفوز بكاس الأول إفريقاني المحالين نادي الأهلي سمح أن اللاعب أكيد بعيداً بقى عن فكرة اللوايح لأن هنا العلاقة بتربطك مع الأشقاء في الجزائر علاقة أخوة وعلاقة فيها يعني رصيدة كبير جداً وبالتالي بتسيب اللاعب للمنتخب الجزائري وممكن كمان ما تستفيدش بيه بكاس العالم للأندية حرصاً طبعاً على الدور اللي قام به كمان نادي وفاق ستيف في التعاون مع الأهلي وإبرام هذه اللي الصفقة والتعاقد اللي تم خلال الساعات القليلة الماضية قبل ما انتقل الحديث عن الصفقة واللي تم في هذا الموضوع عايز أشكر السيد عبد الحكيم سرار مش أشكره بصفته رئيس نادي وفاق ستيف لا أشكره بصفته لاعب كرة سابق في نادي وفاق ستيف رياضي من الطراز الفريد في القرى الجزائرية رياضي فاهم كويس جداً يعني إيه قواعد الاحتراف يعني إيه تعامل الأندية المحترفة يعني إيه لما يكلمك رئيس نادي أو مسؤول في نادي هنا يبقى فيه تعاون مثمر ما بين الناديين وده إن دل على شيء بيدل إن فعلاً فيه علاقات متميزة ما بين الأهلي ونادي وفاق ستيف بناءً كمان على التوأمة اللي كانت تم إبرامها في الأشهر أو في الأربع شهور الماضية لما ظهر عبد الحكيم سرار النادي الأهلي والتقى بالكابتن محمود الخطيب أنت هنا بتتكلموا على أتنين من قامات القرى المصرية والجزائرية القيمة والقامة الكابتن محمود الخطيب نجم مصر ونجم النادي الأهلي وأفضل لاعب في إفريقيا وبتتكلم كمان على الكابتن عبد الحكيم سرار نجم نادي وفاق ستيف والمنتخب الجزائري عبد الحكيم سرار فاز مع وفاق ستيف ببطولة إفريقيا لأندي أبطار الدوري حقق مع المنتخب الجزائري كأس أمم إفريقيا عام تسعين فأنت بتتكلم على رياضي قبل ما يكون مسؤول فلما بيتعامل مع نادي أكيد بيبقى عارف إزاي التعاملات الرياضية ما بين القيادات أو ما بين الكاباتن اللي مسلوا أنديتهم ومسلوا بلدهم في المسابقات الإفريقية طبعا الإخوة والزملاء الإعلامين في الجزائر كلهم الحمد لله بلا استثناء بيتكلموا على النادي الأهلي بشكل طيب جدا وأكيد مستقيم من الخروج على النص اللي حصل سواء في حق عبد الحكيم سرار أو في حق الكابتن محمود الخطيب ولكن طالما الاتنين بيشتعلوا بشكل احترافي أكيد بيلقوا احترام وتبادل الاحترام ما بين الإعلام المصر والإعلام الجزائري على العلاقة الطيبة اللي بتجمع الناديين أو بتجمع الشعبين أو بتجمع المسؤولين في مصر والجزائر على العلاقات الطيبة اللي تمت فيه الساعات الأخيرة الماضية ودي مستمرة حتى منذ سنوات فلذلك كان مهم جدا أتكلم وفكر الناس مين هو الكابتن عبد الحكيم سرار نجم نادي وفاق الصيف فائز مع وفاق الصيف ببطولة إفريقيا فاز مع المنتخب الجزائر ومثل منتخب الجزائر وارتدى تي شيرت منتخب الجزائر في كاس الأمم الإفريقية فلما بيتكلم ويتعامل مع الكابتن محمود الخطيب أكيد فيه تفاهم كبير جدا لأن كل واحد عارف المسؤولية الملقى لعاتقه وإزاي يقدر يحافظ على حقوق ناديه وإزاي يتعامل بشكل احترافي في مسألة انتقال اللعب الجزائري أحمد قانتوسي إلى النادي الأهلي بالمناسبة الصفقة ما كانتش مفاجأة لأن ناس كتيرة جدا كانت عايزة تعرف إيه الكواليس اللي تمت النادي الأهلي ما بيتعامل في مسألة التعاقدات والصفقات ما بيقولش بنسبة كبيرة إيه اللي بيتم لغاية لما الصفقة تنتهي وده أكبر دليل على كده أن الفتر الأخيرة كانت فيه أسام كتير جدا بتتردد لكن في النهاية الأهلي كان بيبرم صفقة في اتجاه تاني خالص لدرجة البعض حتى كان بيتكلم أن حصل تمويه في الساعات الأخيرة كان فيه اجتماع مهم جدا تم ما بين مارسي الكولر مع الكابتن محمود الخطيب ومسؤولي قطاع الكورة قبل الصفر إلى المغرب بـ 48 ساعة وكولر في الفترة الأخيرة بيغير أكتر من مرة في طريق الليب وبيبقى عنده احتياجات بالنسبة للمرحلة اللي جاية اسم أحمد قانتوسي من الأسماء اللي تم عرضها على مارسي الكولر ومجرد ما تابعه في نفس اليوم تمت الموافقة الرسمية على التعاقد مع هذا اللعب وبالفعل سافر أمير توفيق إلى الجزائر لإنهاء كل الإجراءات وسافر إلى السطيف والتقى بالسيد عبد الحكيم صرار رئيس النادي والموضوع انتهى مش هقول في ساعات في دقايق بسرعة جدا وبعدها سافر كابتن أمير توفيق مدير التعاقدات إلى العاصمة الجزائر للالتقاء باللاعب وتوقيع العقود الرسمية كل الأرقام اللي تقالت مبارح بعيدة تماما عن الأرقام الصحيحة كل الأرقام اللي البعض مبارح خرج واكتهد وقال أرقام كلها والله العظيم غير صحيحة غير صحيحة بل بالعكس قيمة الصفقة نفسها أقل بكثير من الأرقام اللي ممكن تدفع في بعض اللاعبين في الدور المصري في الفترة الأخيرة أو حتى لعب أجارب انضمت لأحد الأندية في فترة الصيف لكن لاعب بقيمة وإمكانيات وصفات أحمد القندوسي هيكون إضافة كبيرة جدا لأنه لاعب جوكر بيلعب في أكتر من مركز وفي نفس الوقت ما تنسوش في فترة من الفترات الأهل كان بيتفوق في البطولات الإفريقية وفي كأس العالم الأندية نظرا لعدد من اللاعبين اللي عندهم كواليتي مختلف في منطقة وسط الملعب أنت في فترة كان عندك محمد شوقي وحسن مصطفى تعقدت مع أنيس بجلبان في وجود محمد بركات في وسط الملعب كنت بتعمل صفقات مميزة جدا وكان في التأويد ده كمان كان موجود حسام عشور فبالتالي مهم جدا تبني في أكتر من مركز عشان الموسم طويل جدا وإن شاء الله بإذن الله طالما فترة الانتقالات لم تنتهي إذن لسه فيه أكيد مساحة إذا كانت الظروف تسمح أنه ممكن يتم إبرام أي صفقات خلال الساعات القادمة ده الموضوع التاني الموضوع التالت وده للأسف يعني أنا على مستوى الشخصي كنت مستق جدا أن يخرج مسؤول يتحدث عن فكرة دور أبطال إفريقيا ودور السوبر الإفريقي ويقول قد تصريح رسمي من مسؤول في التحاد الكرة وتحديدا الأستاذ عامر حسين المشرف على إدارة المسابقات وعدو التحاد الكرة وعدو الربطة سابقا وتكلم قال أن النادي اللي هيشارك في دور السوبر مش هيلعف في دور الأبطال هل فيه بند بيقول كده؟ لا هل فيه اجتماع تم ما بين الاتحاد الإفريقي والشركة الإيطالية المسؤولة عن تنظيم دور السوبر قالت كده؟ لا هل فيه ليحة عند حضرتك بتقول كده؟ لا هل دور السوبر عدد مبارياته بتوازي مباريات دور أبطال إفريقيا فلا يلعب في البطولتين مش هيلعب دوري محلي فأنت عشان كده قلت كده؟ برضو لا يعني كل الأسئلة اللي طرحتها دي لو قدامه الورق مش هيتلع يصرح كده الورق بيقول ايه؟ واحد اجندة الاتحاد الإفريقي الكاف ستراعي في الموعيد مباريات دور أبطال إفريقيا وكاس الكونفيدرالية مع دور السوبر الإفريقي اذا لا يوجد هناك اي تعارض في الموعيد ما بين المسابقات الإفريقية ده رقم واحد انا بقول معلومة مش بقول وجهة نظر ليه؟ لان الورق معايا وعارف ايه اللي تم في دور السوبر وانتابعه من دي وان من اول يوم طب اتنين نظام المسابقة هل دور السوبر عدد مباريات وممكن تكون 14 مباراة زي ما البعض اجتهد وقال مبارح عدد مباراة كتير اطلاقا دور السوبر في النسخة الاولى اذا وصلت النهائي لن تلعب سوى 6 مباريات فقط 6 مباريات طب دور أبطال إفريقيا هل الموسم المقبل هيقام بنفس الإطار اللي بتتلاعي بيه دلوقتي دور مجموعات ثم كوارتر فاينال والسيمي فاينال والفاينال لا تبقى للنظام المعد من الاتحاد الافريقي دور أبطال إفريقيا هيتغير من أغسطس المقبل يحصل تعديل او ما يحصلش تعديل اقول لك الورق الموجود قدامي دلوقتي دور أبطال إفريقيا هيتغير نظامه من أغسطس المقبل يعني معنى كده ايه هلعب في دور مجموعات لا اطلاق هتبدأ من دور التمهيد دور الـ 64 لغاية المباراة النهائية بنظام النك اوت خروج المغلوب على طول طيب الانداء اللي هتلعب في دور السوبر هل هتبدأ من أول دور الـ 64 لا خدوا المفاجأة الثانية في اتجاه ان الانداء اللي هتلعب في دور السوبر تبدأ من دور الـ 16 يعني هتلعب مباراتين دور الـ 16 مباراتين دور الثمانية مباراتين سيمي فاينال مباراتين فاينال يعني نتكلم في أقصى عدد قد ايه 8 ماتشاط يعني 8 ماتشاط دوري أبطال و 6 ماتشاط دور السوبر يبقى عدد المباراة تقديه 14 مباراة طيب احنا دلوقتي بنلعب دور أبطال إفريقيا كم مباراة 13 مباراة لو الفاينال مباراة واحدة و14 مباراة لو الفاينال ذهاب وعودة هل فيه اختلاف؟ لا مفيش اختلاف يبقى ايزا انت لو عندك معلومة أجندة الكاف مش هتقول كده لو هتعرف نظام المسابقات مش هتقول كده طيب التعارض قلت في الأجندة وما فيش تعارض الحاجة التالتة والأهم أنا يا بطل الدور المصري تبقى للليحة علعب دور أبطال إفريقيا واختيار في دور السوبر ليس اختيار حضرتك كاتحاد محلي ولا اختيار الاتحاد الإفريقي ده اختيار الشركة الإيطالية المسؤولة عن تنظيم دور السوبر إذن لما يجي لك الورق ولما تعرف مين له يشارك وتعرف نظام المسابقات وقتها ابدأ تكلم لكن تطلع تصدر مشكلة وتقول معلومات وحضرتك مش قال الورق ده لا يصح ولا يصح إلا صحيح بالإضافة لده وآخر حاجة مجموعة جوائز دور السوبر في النسخة الأولى 25 مليون دولار حضرتك كاتحاد وطني لما الأهل يشارك ممثلا عن مصر حضرتك كاتحاد عتاخد مليون دولار نظر هذه المشاركة يبقى بالتالي لما تمنع نادي الشركة الإيطالية أو الاتحاد الدولي بيختاره للمشاركة انت بتبعد أو بتلغي مليون دولار للاتحاد الوطني و6 مليون دولار للنادي المصر اللي ممكن يوصل فينال ويفوز بالبطولة ودعهم لصعبة ممكن تبقى إضافة خلال الفترة الجاية للقرى المصرية وللاقتصاد الوطني أو الاقتصاد الرياضي في مصر هكتفي بهذا القدر لكن في حلقات جاية هنبدأ نطلع الورق والليحة ونظام المصابقات عشان الناس تعرف الحقيقة فين بالزبط أهرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع لسه عندنا تفاصيل كتيرة عن كاس العالم للأندية ومشاركة الأهلي في المغرب أعلم بحضراتكم من جديد ونروح مع بعض لتريند الأهلي ونشوف إلي مكتوب في السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة نبدأ مع بعض تريند الأهلي من حساب الرسمي للنادي الأهلي والصور المتعلقة بصفر البعثة إلى المغرب بالأمس وطبعا زي ما انتشوفتم برح كان معانا تغطية خاصة لكل كواليس البعثة يمكن الحساب الرسمي للنادي الأهلي جاء على تويتر كتبوا تفعيل وضع المشاركة في المونديال للمرة الثالثة على التوالي بنجاح وصفر البعثة برئاس الكابتن محمود الخطير طيب نروح بقى للحساب الرسمي للفيفا على تويتر وبيتكلموا على الأقرب بينهم لحظ ميدالية في كاس العالم للأندية فيفا المغرب 2022 الأهلي الوداد الهلال زي ما قلت قبل كده الإحصائيات والنسب بتبقى بالتأكيد فيها يعني رقم قياسي للنادي الأهلي الأقرب لحظ الميدالية تبقى للتصويت اللي تم على حساب الفيفا 93.8% للأهلي الوداد الرياضي المغربي 2.7% الهلال السعودي 3.5% فرق شاسع جدا في التصويت من الجمهور طيب حساب يلا كورا بتكلم على الناحية التسوقية والأرقام اللي ممكن تدخل لخزينة الأهلي خلال الفترة جاء نتيجة المشاركة في كاس العالم للأندية الحساب الرسمي يلا كورا على تويتر قالوا قابلة للزيادة مصدر ليلا كورا الأهلي يحصد 10 ملايين جنيه من رعاية مونديال الأندية تنهي التكلمة بس على قيمة رعاية اللي هو التي شيرت بتاع الفريق قميص الفريق الإعلان اللي هيكون على صدر التي شيرت ممكن يكون فيه أرقام أكتر من كده هتتوقف بقى على استمرارك في البطولة يعني أنت بعد كده رايح لمرحلة الدور التمهيد التاني هتلاعب بسياتر إذا تجاوزت أوكلاند سيتي بعد كده هتلعب مع ريال مدريد النهاية العاشرة دي ممكن توصل لعشرين مثلا وصولك للفاينال أو اللعب على المركز التالت الأرقام أكيد بتتضاعف وهنا فيه جزئيتين رعاية القميص وفي نفس الوقت كمان الجواز المالية من الاتحاد الدولي بتبدأ من خمسمائة ألف دولار المباراة الأخيرة إلى خمسة مليون دولار لو وصلت المباراة النهاية وفست به كأس العالم للأندية طيب كورا بلاس وبيقوله ماران الأهل في المغرب بداية كده وفي أول يوم سقوط الأمطار قبل مواجهة أوكلاند سيتي بكأس العالم للأندية ودرجة الحرارة منخفضة جدا يعني بتتراوح ما بين 7 إلى 14 درجة مئوية في أمطار وتحديدا مدينة طنجة وتطوان تتكلم في شمال المغرب فهناك ممكن يحصل مثلا تساقط أمطار على مدار اليوم وممكن توصل لتلج كمان ينزل في اليوم فبالتالي يعيبقى لدرجة الحرارة منخفضة جدا والجو أوروبي فيما معناها يعني طيب خبر في الجل الأهلي يستقر على عدم قيد أحمد داكنتوسي في قائمة تكاس العالم للأندية بالرغم من احتمالية لحاقه بالفريق حال الوصول لمرحلة نصف النهاية يعني بعض الأخبار بتتردد بخصوص القائمة النهاية اللي بقرة بإذن الله هيتم الاستقرار عليها وهيتم تسجيل 23 لعب من أصل 28 لعب حاليا الموجودين في المغرب آخر حاجة معاه في تريند الأهلي الوطن سبورت ثلاث أسباب وراء استبعاد سافيو من حسابات كولر في الأهلي ويمكن في الفترة الأخيرة فيه كلام كتير بخصوص برونو سافيو هو حاليا موجود مع البعثة تبقى للرؤية الفنية هنعرف بكرة القائمة النهاية لكن طبعا فيه كلام كتير بيتقال على برونو سافيو واللعب أساسا كان مصابت خلال الفترة الأخيرة لكن نتمنى التوفيق رب للنادي الأهلي في اختيار القائمة النهاية اللي هتتسجل بكرة في سيستم الفيفا وإن شاء الله تكون مشاركة جيدة للأهلي في كأس العالم للأندي أخرجوا لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض نستكمل بقى فقرات برنامج الترينب أهلا بحضراتكم من جديد وزي ما شفتم ممكن الصور الجميلة دي من المغرب وتحديدا من مدينة تطوان طبعا مبارح الأهلي وصل لمطار ابن بطوطة في طنجة ويمكن استقال الحافلة حوالي نص ساعة إلى مدينة تطوان للمبيت فيها والتدريبات كلها هتكون في تطوان حتى ليلة المباراة والعودة لطنجة من جديد للمبيت فيها استعدادا لمباراة في اليوم التالي يوم الأربع اللي جاي ساعة تسعب توقيت القاهرة أبرز ما في استقبال الأشقاء المغربة للأهلي بالأمس إن كان استقبال الأهلي بالدقة المراقشية نوع كده من الفلكلور المغربي في استقبال النادي الأهلي وكانت لعطات جميلة جدا في استقبال بعضة فريق النادي الأهلي بالأمس في المغرب كل التفاصيل بقى المتعلقة باستقبال الأهلي والترتيبات اللي تمت بالأمس في مطار تانجا وثم التحرك إلى مدينة تطوان وتدريب الفريق النهاردة كمان اللي انتهى منذ حوالي ساعة على ملعب سنية الرمل في مدينة تطوان أروح مباشرة إلى الزميل العزيز يا كريم أحمد دموفة قناة الأهلي الموجود مع بحثة فريق النادي الأهلي في المغرب مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك زميل العزيز محمد سعيد برحب بيك في البداية تحياتي لك وتحياتي لكل مشاهدين وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي الفولكلوري المغربي والاستيبالي مبارح بالدقة المراقشية يمكن دي بتدل على أهمية الوافد الرسمي اللي وصل بالأمس للمغرب وده اندل على شيء بيدل العلاقات الطيبة اللي بتجمع النادي الأهلي مع الأشقاء في المغرب وكل الأخبار بقى والأجواء من خلالك بالتأكيد جمهور الأهلي محتاج يسمع منك كل الجديد بالتأكيد محمد طبعا يعني أكيد لابد ان احنا نوجه كل الشكر الحقيقة طبعا للجانب المغربي والجانب التنظيمي هنا طبعا لان احنا اكيد بنتمنى كل التوفير لنجاح كأس العالم الاندي الحقيقة هنا لان فيه ترتبات مميزة جدا وتحديدا كمان مع فريق النادي الأهلي اللي من مطار طانجة كان في استقبال على أعلى مستوى كالعادة يمكن احنا بس محمد كانت المسافة طويلة شوية من طانجة إلى تطوان يعني انت عارف طبعا يعني بعثة كان فيه موكب كبير جدا بتأمين الحقيقة كان كبير جدا فكنت ماشي طبعا بسرعة قليلة استغرقت ممكن اكتر من ساعة ونصف حتى الوصول هنا إلى تطوان لفندو لقامة لكن فندو لقامة حاجة مميزة ورائعة جدا يعني الهدوء هو ما يميز هذا الفندو جدا امر مهم جدا لمزيد منه التركيز وبيساعد بشكل كبير جدا لعيب النادي الاهلي اللي انت عارف طبعا المطعم الغدى المحاضرات ثم على طول إلى الغرف فده امر مهم جدا لان هو هي مهمة النهاردة يا فريق النادي الاهلي مهمة فيه كأس العالم مليئة الاندية فيا رب ان شاء الله باذن الله الترتيبات والتحضيرات الرائعة والمميزة جدا للي ممكن بدأ ميستر كولر من القاهرة ويمكن كمان نهاردة كلمت عن تدريب النادي الاهلي لكن انا عايز قبل تدريب النادي الاهلي هي اكلمك على الاهتمام الكبير جدا هنا من الصحافة ومن الجانب المغربي وبين مشجعين ايضا كمان المغربة اللي ممكن واحنا متواجدين على طول بيشيدوا بالنادي الاهلي وبيشوروا اللعيبة وعارفين بيسألوا وعيبة النادي الاهلي بالاسماء فدي حاجة مهمة جدا وحاجة مميزة وهي ايه دي قيمة محمد النادي الاهلي انت عارف طبعا نادي الاهلي قيمته كبيرة جدا اسم كبير جدا في افريقيا وفي العالم كله فيا رب ان شاء الله بإذن الله القيمة الكبيرة جدا تترجم ان شاء الله بإذن الله للوصول لنقطة بعيدة جدا في كاس العالم الاندية للتحدي والتحدي الصعب جدا كالعادة على فريق النادي الاهلي لكن ان شاء الله يكونوا قدها قدود نهاردة كان تدريبا للنادي الاهلي وانت عارف محمد زي بم نقول في كل مرة تدريب الاول بيديك رسالة وبيديك طمأنينة وبتشوف لعبة النادي الاهلي مدى تركيزها الكبير جدا ومدى تحقيق هدف معين طبعا في هذه البطولة نهاردة كان فيه تركيز كبير بدأ كالعادة مستر كولر طبعا محاضرة فنية في الملعب الراجل حفز لعيبة بشكل كبير قال النهاردة البداية لابد ان احنا ندي رسالة النهاردة كبيرة جدا لفرقتنا وللعبتنا ولمجلس الادارة بوجود الكابتن محمود الخطيب ان لعيبة على قدم نوساقه القل على قلب الرجل الواحد وان احنا ان شاء الله نقدر نحقق شيء في كأس العالم تدريب النهاردة كان مميز جدا فقرات بدنية متنوعة فقرات ايضا بالكرة لكن كمان ما بتشوف الفينيش في تدريب النادي الاهلي انت عارف طبعا كان فيه تخصيص النهاردة لبعض الكرات السابقة تقلق علي معلول الحقيقة تقلق الشحسين الشحات ايضا كمان محمد شريف في حاجات بالطامنة محمد ما بتشوفها فيه التدريب في التدريب الاول التركيز الكبير جدا مهم جدا فالنهاردة الحمد لله طمنا على كل لعيب تلك النادي الاهلي الحمد لله ما عندناش اصابات ما فيش لعيب بيشتك من حاجة تدريب كان جايج جدا لفريق النادي الاهلي النهاردة بنأمل هذه الروح وهذا الحماس الكبير جدا نكون متواجد مع فريق النادي الاهلي خلال تدريبات القادمة وحتى موعد المباراة الأمور مطمنة بشكل كبير جدا محمد ينقصنا التوفيق كعادة كابتن محمود الخطيب وجوده لحظة بلحظة مع الفريق سلم على العيبة وبيقذرهم وبينتظرهم قبل طبعا صعودهم من الحفلة حاجات بسيطة جدا لكن بتدي رسالة كبيرة والرسالة وصلة لعيبة النادي الاهلي رسالة الجمهور ايضا كمان وصل لعيبة النادي الاهلي لان الشعب المصري عايز يفرح جمهور النادي الاهلي عايز يفرح مش بعيد تبقى الرابع على التوالي انت تتحقن مديليا وليه مش بعيد كمان ان انت توصل للمبرارة النهائية بس ان شاء الله بإذن الله نتمنى كل التوفيق مع فريق النادي الاهلي ومع الجهاز الفني في هذه البطولة الصعبة لكن ما فيش حاجة صعبة عن النادي الاهلي ان شاء الله طيب امامي يا كريم ممكن صور وتدريبات تدريب فريق النادي الاهلي على ملعب سنية الرمل اعتقد الفريق استلم القرات الخاصة بالبطولة يعني القرات اللي بتمرنوا بها دلوقتي دي القرات اللي هيتم استخدامها خلال منافسات كاس العلم للاندية كمان عايز اسألك على ملعب التدريب يمكن ده ملعب المغرب التطواني جاهزية الملعب التدريب على ارضية الملعب يعني انطباع الجهاز الفني واللعيبة كمان على هذه الاجراءات بالتأكيد محمد طبعا انسكرت النقطة مهمة جدا النهاردة كانت البداية تدريب طبعا بالكورة اللي هيتشارك بيها للنادي الاهلي ده امر مهم جدا الكل اللي النهاردة يمكن حاول بكل الطرق بالشوتنج وبالكروسات امور عديدة جدا انت كمان تشوف وزن الكورة الهوى لكن الامر اللي هنا يمكن يعني يندرون غريب شوية لطقسة محمد حاجة يعني النهاردة صعب جدا صباحا سيول وامطار كثيرة جدا في هذا التوقيت جدا الامر كان صعب جدا في هذا التوقيت الان بكلمك فيه بتلاقي الشمس لكن فيه برودة شديدة جدا درجة الحرارة يعني ليلا بتصل لتلاتة والاثنين هو جو طبعا كورة بشكل كبير لكن لعبتنا لابد انها هتحافظ على بعضها بشكل كبير جدا على طول الكل يكون ملتزم بشكل كبير لان الجو يعني ممكن يعرض اي حد انه هو يكون عنده نازل برد لكن ان شاء الله بإذن الله الحرص الكبير من الجهاز الطبي والتعليمات المستمرة طبعا برئيس الجهاز الطبي دكتور احمد وعابلة ان شاء الله يحافظ على لعابة النادي الالي والكل عنده هدفة محمد والكل عنده امل كبير جدا هو يكون متواجد الملعب طبعا سنية الرمل وملعب طبعا جيد جدا بالنسبة لأرضية الملعب يعني حاجة طبعا مميزة نهاردة لعابة النادي الالي نفذت الجمل التكتكية بشكل طيب جدا ما فيش طبعا يعني مش هدفة تقول في عالي واطي او في حاجة زي كده لأمور بالنسبة للملعب كانت جيدة جدا لفريق النادي الالي وايضا كمان انت عارف اوكلاند هيتمرن على هذا الملعب يعني فيه السابعة مساء بتوقيت المغرب هيتواجد فريق اوكلاند سيتي النهاردة على ملعب سنية الرمل ان هو الملعب المحدد لتدريب فريق النادي الالي وايضا كمان اوكلاند سيتي حتى يوم المباراة انت عارف ايضا محمد ان النادي الالي مش هتمرن على طبعا ملعب المبطوطة في طنجا وايضا كمان اوكلاند سيتي هتستمر هدي التدريبات على ملعب سنية الرمل لكن ملعب جيد هيساعد فريق النادي الالي بشكل كبير جدا في تنفيذ الجمل وفي التركيز الكبير مع التأمين المميز جدا من الجانب المغربي اللي مساعد بشكل كبير جدا محمد حتى هذه اللحظة في تأمين بعثة النادي الأهلي وترتيب أمور عديدة جدا طيب قدامي كمان كان فيه لقطاقة مهمة جدا لمعالي السفير المصري في المغرب معالي السفير ياسر عثمان كان في اجتماع حتى مع الكابتن محمود الخطيف في ملعب التدريب يعني اهتمام السفارة تواجدها في توتوان مع الفريق على فكرة المسافة ما بين توتوان ومقر السفارة في كازا أو الرباط أفراد السفارة وطاقم السفارة يكونوا موجودين بإحسد فريق النادي الأهلي يعني لو كان لك لقامة معالي السفير أو أبرز الكلام اللي تم بين السفارة المصرية مع مسؤولي النادي الأهلي بالتأكيد محمد طبعا يعني اهتمام كبير جدا كالعادة بالنادي الأهلي بقيمته الكبيرة وأيضا كمان بوجود مجلس ذارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيف فالحرص موجود وأيضا كمان لابد يكون متواجد طبعا السفير طبعا ياسر عثمان اللي تواجد النهاردة في تدريب فريق النادي الآلي ويمكن جمعته حديث مع الكابتن محمود الخطيب للاتمينان على البعث لكل الأمور الخاصة طبعا أي عقبات ممكن الراجل قال أي عقبات احنا متواجدين أي حاجة طبعا احنا نساعد النادي الآلي هو مصر الأفريقيا ومصر الجمهورية مصر العربية فيه اهتمام محمد كبير جدا طبعا كالعادة بالنادي الآلي وايضا كمان الجانب الخاص بالفيفا يعني الناس مش سايبان الناس بتنفس كل الأمور بشكل دقيق جدا جدا فكل الأمور دي الحقيقة يعني طيبا انت خلاص بيعرف نظامك ايه تدريبك امتى الباص بيستنىك امتى بترجع امتى فكل الأمور دي بتسهل بشكل كبير انه يبقى الدور الإداري خلاص انتهى عندنا الدور الفني اللي احنا منتظرين والحقيقة من مستر كولر عندنا سكواد مميز جدا عندنا لعيبة ان شاء الله يكون ربنا معها فمحتاجين لعيبتنا تكون بركزة وايضا كمان كولر يكون محضر ومجهز جدا وتركيز كبير بالتاكتيك وايضا كمان بالمجموعة المتواجدة معنا فيارب ان شاء الله يقدر خلال هذه الايام حتى موعد المباراة يقف على كل كبيرة وصغيرة على فريق اوكلاند سيتي وطبقنا التوفيق وطبقنا ايضا كمان دعواء الجمهور النادي الاهلي اللي اكيد منتظر ان هو يشاهد النادي الاهلي من جديد للمرة طبعا التمنى في التاريخ النادي الاهلي في اوكلاند سيتي او امام اوكلاند سيتي محمد زي مننا كريم احمد مفد قناة الاهلي في المغرب بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وعايز اضيف نقطة كمان ومعلومة مهمة قبل مطلع الفاصل الكرة اللي بيتلاعب بها البطولة واللي اتضرب بها النادي الاهلي النهاردة دي كرة كأس العالم اللي كانت موجودة في قطر 2022 وكانت اسمها الرحلة اللي اتلاعب بها الادوار التمهيدية في بطولة كأس العالم دي الكرة اللي الاهلي اتمرن بها النهاردة وهتكون موجودة معايا في كل مباراة كأس العالم اخرج الافاصل وبعد الفاصل نرجع ونستكمل مع بعض بقية فقرات برنامج التريند اهلا بحضراتكم من جديد والجزء الاخير من برنامج التريند ونروح مع بعض للتريند المحلي لان النهاردة فيه تويتا مهمة جدا للكابتن زياء السيد مدرب منتخبنا الى السابق وبيعلى فيها ان هو وكتب على حسابه الرسم والاكاونت الرسم ليه على تويتر سمعت المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة بيقول ان الوزارة طلبت من اتحاد الكرة تزديد مستحقات كلتنبرج وكيروش يا سيادة الوزير احب افكر حضرتك بالجهاز المصري لم نحصل على مستحقاتنا ايضا وانا اتكلمت مع حضرتك اكثر من مرة بدون استجابة منك وعد علينا سنة كاملة ولا جديد اتمنى تكون الرسالة والتويتا وصلت للمسؤولين في وزارة الشباب والرياضة طالما الجهاز الوطني اللي كان بيشتغل مع كارلوس كيروش لمستحقات يبقى في التوقيت اللي اعتصر فيه المستحقات المتأخرة لكلتنبرج وكمان لكارلوس كيروش جهاز المنتخب الوطني المعاونين اللي كانوا موجودين مع كارلوس كيروش كمان لو لهم مستحقات اكيد مهم جدا صار في كل المستحقات خاصة ان زي النهاردة من سنة كان المنتخب بلعب كاس امم افريقيا واعتقد يعني خلص البطولة ولاعب تصفيات كاس علام مع السنغال وما كملش المهمة فليه مستحقات يعني نتمنى الاستجابة اذا كان الجهاز بالفعل لمستحقات متأخرة زي كارلوس كيروش كورا 11 ويمكن قلقت ضوء على عمر طارق عمر طارق من اللعبة اللي كسرت تنقل في الانداءة في الفترة الاخيرة ولكن الخبر الاخير والرسمي ان عمر طارق ينضم الى نادي اوستن الامريكي بعد رحيله عن النادي المصري زي ما قالت لكم ممكن عمر رجع تاني للدور الامريكي يمكن بقاله فترة كان بينتقل من الجونة لبعض الانداءة المصرية لكن رجع من تاني لتجربته في امريكا نروح بقى للجوز الاخير من الحلقة وهو متعلق بالاجابة على السؤال التي راحناه في بداية الحلقة وهو رأيكم في صفقة اللعب الجزائري احمد داقانتوسي المنضم للاهلي حديثا استاذ محمد حلم بيقول ما شاء الله ربنا يبارك وان شاء الله اضافة قوية للفريق بإذن الله وبعدين عندنا ابطال السوبر الافريقي وابطال افريقيا ودوره وكاس جديد وقديم وكاس الربطة وكاس العالم للاندية وليلة كبيرة ويريتوا استاذ محمد ترد على الناس اللي بتتروج لاستبعاد الاهلي من ابطال افريقيا عشان الناس دي مش فاهمة لويا استاذ محمد لو كنت سمعتني النهاردة في بداية الحلقة بعد ما شفت رسالتك اكيد كان عندي رد رسمي على الناس اللي اتكلمت ان النادي الاهلي هيستبعد من دوره ابطال افريقيا قلت هذا الكلام عاري تماما من الصحة وشرحت وقلت ليه كلام ده غير صحيح في الحلقات اللي جاية هنأكد وعنعيد ونزيد في نفس الكلام لان الاهلي هيلعب في الاتنين دور الابطال دور السوبر خلال المسلم اللي جاي نروح كمان لأستاذ عبدالله ردوان مساء الخير استاذ محمد صفقة اكثر من ممتازة لعب كبير مفيد اللعب في اكثر من مركز صغير في السن هو سيكون نقطة تحول كبيرة في وسط الملعب الهجومي بالنسبة للاهلي لكن هناك لعبة يجب ان تخرج مثل محمد فخري واحمد نبيل كوكا لان المكان اصبح فيه ازدحاء اكيد هيكون فيه امور متعلقة بهذا الامر خلال الساعات اللي جاي استاذ رمضان وده اخر تعليق معايا صفقة مهمة تعطي للمدرب خيارات متعددة لتعدد المراجز التي يمكن ان يلعب بها القندوسي المتميز ويضيف وفرة الى مراكز وسط الملعب والتي تعدى اكثر المراكز احتكاكا في المباريات وتتطلب اكثر من لاعب متميز لاحكام السيطرة على مجريات المباريات مع التمنيات لكل الاهلوية الى هذا اللاعب المميز بالتوفيق والله رسالة جميلة جدا يا استاذ رمضان وبالتأكيد مفيش اجمل منها اختم بيها النهاردة حلقة التريند في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا حلقة جديدة من التريند شكرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة